أصول الصلح الوسطى والتحكيم هذه كل أعداء أصول نبدأ بالشريعة الإسلامية من باب التذكير في القرآن الكريم ألف قال الله تعالى والصلح خير الآية 128 من صورة النساء وفي صورة الأنفال الآية الأولى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم خف ربي صمام أمام أعود إلى صورة النساء الآية 35 إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن يريد تطبق هذه الآية على جميع النزاعات مهما كانت طبيعتها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الآية 14 من صورة النساء لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية 65 من صورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما السنة النبوية أيضا عامرة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية فيها أيضا آثار وأخبار كثيرة في السنة الثابتة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدعو إلى الصلح من هذه الحديث حديث ذي خرجه الإمام أبو داود رقم الحديث 4911 ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاحوا ذات البين